موسيقى قد دابت جمعية أصدقاء المريض باستقطاب العديد من الكفاءات الطبية من خارج المحافظة سبيل المثال للحصر الدكتور سامر غانم أخصائي القلب في مستشفى رمالة الحكومة الدكتور اسكمان البرقاوي أخصائي الأمراض الجلدية الدكتور عبدالله أبو هنطش أخصائي العيون في مستشفى سانجون ومستشفى هداسة فمثل هذه الأيام نقوم بالتوفير على المريض على أهل المحافظة في ذهاب إلى نابلس إلى القدس إلى رمالة فنقوم باستقطاب هؤلاء الكفاءات وخاصة أننا نعمد في محافظة الكريم أو في الجمعية أن نستقطب هذه الكفاءات من أبناء المحافظة حيث الدكتور سامر حيث الدكتور اسليمان حيث الدكتور عبدالله من أبناء المحافظة والكفاءات الموجودة خارج المحافظة أيضا نستقطب الدكتور رياد منصور أخصاء الأنف والأذن والحنجر المتخصص حيث يوجد في الجمعية جهاز متميز على مستوى المحافظة من أجل منظار للأنف والأذن موجود في هذه المحافظة يستطيع الاستفادة منه أبناء المحافظة المرضى الحمد لله أربعمين بيستفيدوا في مرضى بودوا مرضى أنهم استفادوا هنا في عنا أجهزة نيحة في المركز إن شاء الله بصدد التطوير للمركز يعني ما كانهم في قسم سماعيات توصلنا الاتفاقية مع خصائيين سماعيات أنهم يكونوا على الأقل متوجدين يوم في الأسبوع الفحوصات اللي بتنعمل اللي هي من الكشف المبكر لمشاكل السماع عند الأطفال لحد يعني أكثر الفحوصات تخصصا مش موجودة كانت يعني على مستوى حتى جنين حتى في مرضى من جنين بوديهم عندهم هنا عساس أنه يستفيدوا من الفحوصات هاي في عنا جهاز التنظير هي موجودة هنا هذا ممكن نجنب المريض اللي هي التعرض للبنج الكامل لأنهم تحت بنج موضعي ممكن من المنخار من الأنف لحد الحنجرة ممكن أن نعملها تنظير الأوتار السوطية للجيوب للمنطقة خلف الأنف للبلعوم إذا في مشاكل في البلع مصادرها عليا مش من المريض ممكن حتى تحت تخدير موضعي المريض يتشخص ونجنبه مشاكل البنج للتخدير الكامل